اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصالح الانقلابية منذ اشهر والذين استماتوا في محاصرة المدينة ومعاقبة سكانها لوقوفها في وجه القوى الظلامية واثنوا على التحولات الاخيرة التي تشهدها المدينة بفضل توجيهات فخامته المستمرة وتواصلهم مع المقاومة ومساندة قوات التحالف التي اشعرت الجميع بان تباشير النصر قادمة ووضع فخامته الجميع امام مستجدات الاوضاع على الصاحة الوطنية وتعز بدرجة رئيسة مؤكدا الى المحافظة الاهتمام الذي تستحقه باعتبارها لم تكن يوما غائبة عنه وقال رئيس الجمهورية ان لتعز مكانتها الخاصة على الصعيد الجغرافي والوطني والانساني وهي خاصرة الوطن وملاده الامن على المر المراحل والمنعطفات من تاريخ البلد وشدد على ضرورة شحذ الهمم وتوحد الصفوف بالتعاون مع الجميع لوضع حد لمعاناة تعز وابنائها العزل المسالمين والابرياء امام اهلة الحرب لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وقال رئيس الجمهورية ان تعز مدينة السلام ونحن جميعا دعاة السلام ومشروعنا وطن امن مستقر مبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد بعيدا عن الاقصاء الفئوي والمناطقي وهذا ما تجسد في مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور التي انقلب عليها الحوثيون وصالح باعلانهم الحرب على الشعب اليمني تنفيذا لاجندة داخلة على وطننا ومجتمعنا ومحطنا حضر اللقاء نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي استقبل فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم في مقر اقامته الموقف بالعاصمة السعودية الرياض المبعوث الخاص لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى اليمن مبارك الجابري وثمن رئيس الجمهورية الدعم الاجابي الذي تقدمه دولة الامارات العربية المتحدة ومواقفها الاخوية الصادقة الى جانب ابناء الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف وخاصة في هذه الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن نتيجة اعمال الحرب والانقلاب التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح ضد ابناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات وما تسببت به من اوضاع انسانية غاية في الصعوبة ناهيك عن عمليات القتل الممنهجة التي طالت الابرياء والدمار الذي لحق بمنازل المدنيين والبنى التحتية واكد رئيس الجمهورية ان ابناء الشعب اليمني لن ينسوا مثل هذه المواقف البطولية التي جسدتها دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف العربي وتضحياتهم الجسيمة الى جانب اخوانهم في اليمن لاستعادة الامن والاستقرار وعودة الشرعية الى كافة المدن والمحافظات وتقديم الدعم الاغاثي والانساني الذي ساهم في تخفيف معاناة ابناء الشعب اليمني وقال رئيس الجمهورية لقد لعبت الامارات دورا هام من اتسم بالقوة والشجاعة والاخوة المتمثل في اغاثة الشعب اليمني وتأهيل عدد من المدارس والمستشفيات والكهرباء واصلاح شبكات المياه ودعمها الانساني للمحافظات التي تشهد اعصاد شابالا واضف رئيس الجمهورية ان تلك المواقف الانسانية لدولة الامارات تؤكد متانة الروابط الاخوية المشتركة وعمق العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ونقل المبعوث الخاص لدولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن مبارك الجابري تحيات قيادة دولة الامارات لفخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي مؤكدين مواصلة الجهود والدعم في مختلف الجوانب والاحتياجات الملحة لليمن كما جدد مواقف بلاده الداعمة والمساندة لليمن في مختلف المراحل والظروف وقوفها إلى جانب أمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية قال المركز الوطني للإرصاد أن أرخبيل سقطرة تأثر بشكل مباشر بالعاصفة شابالة مخلفا أضرارا كبيرة وأن كمية الأمطار التي سقطت على الأرخبيل بلغ منسوبها 185 مليمتر حتى ظهر اليوم وتوقع المركز في نشرته اليومية أن يتحرك إعصاد شابالة اليوم إلى جهة الغرب وشمال الغرب باتجاه السواحل الشرقية والجنوبية خلال الست ساعات القادمة وسيصاحب العاصفة الإعصارية أمطار الرعدية شديدة الغزارة على السواحل والأجزاء الداخلية لمحافظتي حضر موت وشبوة وغزيرة على المهرة وأرخبيل سقطرة وأبيان ومن المحتمل امتداد تأثيرها خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة على أجزاء من محافظات البيضاء ومأرب والجوف فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية حول مركز العاصفة بسرعة سطحية 100 إلى 110 عقدة ومن 200 إلى 220 كيلو متر في الساعة مع رؤية منخفضة جدا وهيجان شديد للبحر وارتفاع الموج ما بين 7 إلى 9 أمتر وبحسب النشرة الجوية فإن مركز العاصفة يبعد عن حديبو بأرخبيل سقطرة 270 كيلو متر وتبعد 320 كيلو متر عن مدينة الغيظة باتجاه الجنوب الغربي وعن المكلة 280 كيلو متر باتجاه الجنوب الغربي وعن مدينة عتا 520 كيلو متر وعن مدينة عدن 700 كيلو متر وجدد المركز الوطني للإرصاد تحذيره للمواطنين وربابينة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البح من الأحوال الجوية الخطرة والهيجان الشديد للبحر في تلك المناطق ناصحا بعدم الإبحار في هذه المناطق ولمزيد من المعلومات لدينا على الخط وزير الثروة السمكية الأستاذ فاد كفاين مساء الخير أستاذ فاد مساء النور أستاذ هل لك أن تضعنا في صورة ما خلفه الإعصار في محافظة سقطرة من دمار وكوارث بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على إتاحة هذه الفرصة ونسأل الله عز وجل أن يسلم جميع أهلنا في سقطرة وفي بقية المحافظات ويحفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين الإعصار مثل ما هو متوقع مرة على محافظة أرخبيل سقطرة وخاصة في الأجزاء الشمالية والشرقية والغربية منها كانت يوم الأحد يوم أمس بداية الإعصار في الساعة العاشرة تماما صباحا الرياح كانت عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة وأيضا ارتفاع حمواج البحر تفيد التقارير التقارير للإرصاد التي زامنت مرور الإعصار على محافظة أرخبيل سقطرة أن ارتفاع الموج وصل إلى عشر أمتر هذا المنسوب الكبير في سرعة الرياح التي وصلت أيضا إلى 130 كم في الساعة خلفت كوارث في الحقيقة في الكثير من المدن والقراث محافظة أرخبيل سقطرة إلا أنه لله الحمد إلى الآن لم يبلغ عن وفيات أو خسائر في الأرواح هناك حالة وصلت إلى المستشفى حالتها متوسطة وأغلبها خارج من المستشفى الخسائر في الحقيقة تركزت في تهدم المنازل هناك أكثر من مئة منزل تهدم وهناك ثمانين منزل أيضا إلى الآن الإحصاء الذي يردنا إلى غرفة العمليات متضرر بشكل جزئي هناك أكثر من ثلاثة ألف أسرة نزحت من البيوت المجاورة للتواحل والغتاف الأودية غرفة العمليات في المحافظة بمساعدة كركة التطوع والشباب والمواطنين قاموا بمساعدة تلك الأسر على الخروج من مناطق الخطر وهي المناطق المتمثلة على بعد ستمائة متر من الساحل أو من غفاف الأودية هذه أجلية إلى المناطق المرتفعة المدارس والجامعة ومبنى مستشفى 20 مايو ومناطق أخرى على امتداد الساحل الشمالي هناك أكثر من ألفين أو أكثر من أكثر من 20 ألف نسمة الآن نازحين خارج بيوتهم في المدارس وفي المناطق المرتفعة هذا العدد مرشح للتطور عندما تصلنا التقارير من الأجزاء الجنوبية الجزيرة التي لا زالت مغلقة الآن نتيجة انقطاع المواصلات وانقطاع الطرق نتيجة الأمطار الغزيرة نعتقد أنه ربما خلال الساعة القادمة تصلنا على إحصائيات غرفة العمليات الفرعية في المحافظة سيرة اترك إلى هذه القرى للاطلاح على الآثار فيها أستاذ فرد مدى جاهزية مراكز لغاثة واليواء نعم بالنسبة لل أريد أن أشير فقط قبل هذا أنه الشيء المؤسس له أنه اللسان البحري أو الميناء الصغير في أرخبيل سقطرة الذي يعتبر شريان أحياة تأثر بشكل كبير أو تدمر في الحقيقة ونحن بحاجة إلى تدخل عاجل قبل دكائق من تواصلكم مع نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بهذه الحالة وهناك جهود الآن حفيفة لاتخاذ قرار لإصلاح لإصلاح الميناء بأقصى سرعة حتى نتمكن من إيصال الإغاثة عبره أيضا نؤكد أن مطار سقطرة صالح لاستقبال الطيران غرفة العمليات مستمرة في انعقادها وهناك لقاءات مع الداعمين اليوم في صباح تم الاتقاء بمندوب من مركز الملك سلمان ومن فوضية شؤون اللاجئين ومن مظمة المتحدة ومن برنامج الغداء العالمي ومجموعة من المانحين وهناك محضر اتفق عليه على تدخل السريح لإغاثة أهلنا في السقطرة ولحل الإشكالية بشكل عام طبعا إذا سمحت الأجوات ستكون أول رحلة إلى سقطرة يوم غد إن شاء الله من سلطنة عمان كما أبلغنا وهذا يترتب على الطاقس وعلى إمكانية الطيران وإلا ستكون بعد غد هناك إعداد الآن للتدخل السريح في الوجبات الجاهزة والمستلزمات المتعلقة بالإيواء خاصة الخيم والبطانيات والفرش والمواد الغذائية والأطقم الطبية والأدوية نحن نسعى إلى توفير هذه المواد خلال الساعات القادمة ونأمل أن نتمكن من توفيرها وإيصالها إلى عرخب سقطرة نتمنى السلام لكل أهلنا في محافظة سقطرة أشكرك جزيل الشكر الأستاذ فهد كفايا وزير الثروة السمكية أطلع محافظ المهر محمد علي ياسر اليوم على الطرابات الأمواج في منطقة محيفيف الساحلية وجاهزية عمل اللجان المشكلة لمواجهة عصار شابالة وأستمع المحافظ خلال لقائه اليوم الفرق الميدانية بمطار الغيظة على آخر التطورات لعصار مطالبا بمضاعفة الجهود والاستعدادات لمواجهات أي طارئ عقد اليوم بمحافظة أبيان اجتماع موسع لمدراء العموم برئاسة محافظة أبيان الدكتور الخضر محمد السعيدي وعددا من القيادات الأمنية والعسكرية وقيادة المقامة وناقش الاجتماع وعددا من المواضيع المتعلقة بتشكيل غرفة عمليات لمواجهة أي طارئ خاص بأعصار شابالة والذي قد تتعرض له سواحل المحافظة وفي اللقاء أكد المحافظ أهمية وضع الاحتياطات اللازمة والضرورية لأي طارئ داعيا الجميع إلى التكاتف والعمل معا في هذا الاتجاه كما استعرض الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بتحسين أوضاع المياه والكهرباء والصرف الصحي وجميع الخدمات الأخرى أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني خلال الجلسة الحوارية لقمة الأمن الإقليمية التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في مملكة البحرين أن الشعب اليمني قادر على التعافي وتجاوز هذه المحنة المؤلمة وسيبني مستقبله بعزيمته وبدعم من أشقائه في دول مجلس التعاون وبمساندة من المجتمع الدولي والدول الصديقة ولفت الزياني إلى أنه يتم التعامل مع الأزمة اليمنية وفق استراتيجية تقوم على ستة محاور أساسية وهي تتطلب عملا دؤوبا وجهودا متواصلة وتعاونا وتنسيقا مستمرا من كافة الأطراف الإقليمية والدولية التي ترغب في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي وهي محاور متداخلة تتطلب تنفيذها كوحدة واحدة مطالبا المجتمع الدولي بأن يكون حازما وحاسما في إلزام القوى المناوية للشرعية بتطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن دفعت قوات التحالف العربي بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى تعز شملت دبابات ومدرعات وذلك لمساعدة الجيش الوطني في فك الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي وصالح على المدينة يتزامن هذا مع تواصل قصف الميليشيا على أحياء مدينة تعز حيث استشهد ثلاثة مدنيين وجرح عدد آخر في حين تتواصل المواجهات بين المقاومة وميليشيا الحوثي وصالح في عدة جبهات أو جهات من مدينة تعز عناصر الميليشيا خسائر فادحة بالأرواح والعتاد عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ زاء تطورات الأوضاع في مدينة تعز التي تتعرض لحصار مطبق للشهر السابع على التوالي وقطع امدادات الغذاء بما يؤدي إلى حرب تجويع عمدية وأوضحت المنظمة في بيان لها بأن امدادات الغذاء المحدودة تصل إلى المدينة عبر التهريب وبأسعار باهظة تضاعفت إلى نحو الستمائة بالمئة والتي يضطر المهربون سدادها لحواجز ودوريات الميليشيا التي تحاصل الدروب المؤدية للمدينة مؤكدة أن عمليات القصف على المدينة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح تسببت بسقوط نحو 1500 قتيل مدني بينهم نحو 700 من النساء والأطفال تواصلت الاشتباكات بين المقامة الشعبية وميليشيا الحوثي وصالح في المنطقة الممتدة من مديرية الرضمة إلى الأطراف الشمالية لمدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع حيث دفعت الميليشيات بتعزيزات عسكرية كبيرة لمحاولة اقتحام محافظة الضالع من جديد في ضوء الضغط الذي تتعرض له في جبهات تعز وأفادت مصادر محلية أن ثلاثة على الأقل من ميليشيا الحوثي قتلوا ودمرت عربتان مسلحتان للميليشيا أثناء صد المقاومة محاولة تسلل للميليشيا بالقرب من مستشفى النجار شمال مدينة دمت شنت مقاتلات التحالف العربية اليوم غارات جوية مكثفة وغير مسبوقة على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في معقلها الأول بمحافظة صعدة وذكرت مصادر محلية أن المقاتلات قصفت مواقع وتجمعات الميليشيا في منطقة الجعملة بمديرية مجز كما كثفت القصف الصاروخي على تجمعات ومواقع الميليشيا في منطقة الغور بغمر مشيرة إلى أن القصف أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيا وتدمير مخازن للأسلحة ترأس الدكتور محمد علي ماري مدير مكتب رئاسة الجمهورية اجتماع اللجنة الأمنية العليا لمحافظات عدن ولحج وأبيان بحضور محافظية عدن ولحج وأبيان ونائب وزير الداخلية وقائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد الأمن القومي ومدراء الأمن والأمن السياسي وتم في الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المرتبطة بتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات الثلاث وتقييم سير عملية تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بشأن دمج شباب المقامة في الجيش الوطني والأمن لدعم الشرعية والاهتمام العالي بقضايا المواطنين وتطبيع الحياة في المحافظات المذكورة وكذلك آخر مستجدات الواقع في الشأن المحلي وما يشهده الوطن وما تتطلبه المرحلة اللاحقة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن أكد مدير مكتب رئيس الجمهورية دعم ووقوف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية للجيش الوطني وقوات المقاومة الشعبية الذين تم دمجهم بقرار رئاسي في قوام القوات المسلحة مشيرا إلى أن الوطن يعول كثيرا على أبنائه في مختلف التخصصات والمهام في عمليات البناء والتعمير باعتبار الشباب عماد المستقبل الذين يقعوا على آتقهم حمايته ضد أي عدوان جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها مارين برفقة اللواء ركن أحمد سيف قائد المنطقة العسكرية الرابعة لمعسكر رأس عباس وذلك للإطلاع على سير تأهيل المعسكر للتهيئة في استقبال شباب المقاومة المنظمين بقرار من رئيس الجمهورية لقوات الجيش الوطني والبالغ عددهم 600 جندي كدفعة أولى قام محافظ محافظة عدن جعفر محمد سعد بزيارة تفقدية للهيئة العامة للمصائد السمكية بخليج عدن حيث التقى بالمدير العام ناصر النسي والطلاع على الأضرار والدمار الذي لحق بالمؤسسة من قبل حرب ميليشيا الحوثي وصالح وأكد الأخ المحافظ بأن السلطة المحلية تولي المؤسسة اهتمام كبير وأن هناك حلول مستعجلة واستراتيجية جديدة لتشغيل ويعادة تأهيل الهيئة خلال الأيام القادمة كما قام المحافظ بزيارة لموقع الإنزال السمكي الدوكيار في حجيف والذي يعتبر أيضا مرسى لقوارب الصيادين موضحا بأن هناك خطط لاستيعاب المزيد من العمال للهيئة التقى محافظ عدن جعفر محمد سعد اليوم خطباء وإمة مساجد المحافظة وتبادل معهم وجهات النظر حول الخطاب الديني والتوعية المجتمعية داعيا إلى أهمية نشر رسالة المسجد وإشارة حالة واسعة من الوع لمواجهة الكثير من المصاعب التي تواجه المحافظة وشدد المحافظ على ضرورة أن يقوم الخطباء بالتعاون مع عقال الحارات والناس جميعا لنشر حالة الصلاح والمحبة والخير ومواجهة السلبيات واعدا بمعالجة الصعوبات التي تواجه المساجد خاصة قضايا الكهرباء والنظافة وغيرها دشن محافظ أبيان الدكتور الخضر محمد السعيدي ومعه مدير أمن المحافظة العميد محمد دنبع صالح اليوم بقيادة أمن المحافظة بمديرية زنجبار حفلة تدشين انضمام 500 عنصر من المقامة الشعبية إلى قوات الجيش والأمن وفي الحفل أشاد المحافظ بالدور الإيجابي للمقاومة الشعبية المتمثل في صد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي قتلت الأبرياء ودمرت المؤسسات العامة والخاصة مثمنا قرار فقامت رئيس الجمهورية عبدرب منصور هادي بدمج أبطال المقاومة الشعبية ضمن قوات الجيش والأمن عرفانا بدورهم البطولي والوطني مؤكدا أن قيادة المحافظة ستظل وفية لدماء الشهداء الأبطال من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيرية اليوم سير الامتحانات للفصل الدراسي الثاني التعويضي التكميلي 2014-2015 بكليات البنات والمجتمع والتربية بمدينة سيئون والتي بدأت اليوم وتستمر حتى العشرين من نوفمبر الجاري ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في كليات المجتمع وكلية التربية وكلية البنات الفين وواحد وثمانين طالبا وطالبة تم بمكتب التربية وتعليم بموادي وصحراء حضرموت اليوم التوقيع على محضر اتفاق بتسليم مبنى مدرسة النهضة الجديد بحي الحوطة بمديرية سيئون الى مكتب ادارة التربية والتعليم حيث تضمن الاتفاق تسليم المبنى القديم لمدرسة النهضة لهيئة نظارة مدرسة النهضة العلمية بسيئون لاعادته كمدرسة اساسية اهلية تعمل وفقا للقوالين والنظم التربوية النافذة عقد بمدينة عتق محافظة شبوى اليوم حلقة نقاشية حول دور الاعلام في نقاح عن فعاليات حملة بوادر خير التي يتبنىها مجموعة من الافراد والجهات الاهلية والحكومية في المحافظات كحملة طوعية شبابية شعبية مجتمعية تنموية وتهدف الحملة الى نشر مبادئ التطوع والمبادرة في المجتمع بما يعزز روح الاحساس بمسئولية الفرد ومشاركته تجاه المجتمع واستعرض المشاركون الدور الذي يمكن ان تقوم به وسائل الاعلام في خدمة حملة بوادر خير وتحقيق الاهداف المرجوة منها واعداد واقرار خطة عمل اعلامية تصب في هذا الاتجاه اطلع مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بمحافظة عدن المهندس حسين عوض عقرب على سير اعمال التحصينات الجالي تنفيذها في عدد من شوارع وطرق مديرية البريقة وخلال الزيارة استمع من مدير ادارة السلامة المرورية والصيانة بمكتب الاشغال العامة بالمحافظة المهندسة انهار حسين الى شرح عن سير العمل ونسبة انجاز في تلك الاعمال والتي تتضمن طلاء البردورات وتخطيط الاشارات المرورية بالاضافة الى تركيب لوحات ارشادية نظم اتحاد شباب اليمن بمقر الاتحاد في مديرية المعلى بعد اجتماعا موسعا لاعضاء الاتحاد لمناقشة اوضاع الاتحاد وما سيترتب عليه مستقبلا في ظل المتغيرات التي مرت بها بلادنا بمشاركة واسعة من الاكاديميين والحركات النسوية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة والمحامون والشخصيات ذات الاهتمام واكدت الاخت نبيها عبد الكريم رئيسة الاتحاد العام لشباب اليمن ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي والوطن يمر في ظروف صعبة وتداعيات خطيرة ومتسارعة داعية الى تغليب نهج العقل وخطاب الحوار البناء لمختلف القوى السياسية ورفض كل اساليب الاقصاء والاحتكام للمنطقة وقد وقف الاجتماع امام جملة من التحديات التي تواجه الشباب في هذه المرحلة اقيمت على حلبة نادي شمسان الرياضي بمديرية المعلن بطولة التنشيطية المفتوحة في لعبة الملاكمة التي نظمها اتحاد اللعبة بمشاركة اندية محافظة عدن حيث تنافس ابطال اللعبة في عدة منازلات مثيرة ومتميزة وفي خمسة اوزان قدموا خلالها مستوى رائع ومثير نال استحسان الحاضرين وفي ختام البطولة قام الاخوة عبد الحميد السعيدي وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور عزام خليفة مدير مكتب الشباب والرياضة بعدا بتكريم اللاعبين الابطال بالجوائز المادية وكذلك تكريم عدد من الشخصيات بالشهادات التقديرية التي اسهمت في انجاح البطولة مشاهدين الكرام بهذا وصلنا الى ختام نشرتنا لهذا المساء لم يبقى الا ان نذكر بابرز ما جاء فيها من عنوين رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة شحل الهمم وتوحيد الصفوف لوضع حد لمعاناة تعز اعصار تشابالة يواصل زحفه نحو المحافظات الشرقية ويخلف اضرارا كبيرة في ارخبيل سقطرة مقاومة الضالع تصد هجوما للميليشيا وطيران التحالف يقصف مواقع ومخازن اسلحة في صعدة نهاية النشرة تقبل واطيب تحياتنا شكرا لكرم المتابعة في امان الله نهاية النشرة تقبل واطيب تحياتنا شكرا لكرم المتابعة في امان الله